تحياتي تقول القاعدة العاشرة من قواعد العشق الأربعون لا فرق يذكر بين الشرق والغرب أو الجنوب أو الشمال بغض النظر عن وجهتك فإن كل ما عليك فعله هو التأكد من أنك تجعل كل رحلة هي رحلة باطنية فإذا ما رحلت إلى الباطن فسوف تفسافر إلى جميع أرجاء العالم وإلى ما هو أبعد من ذلك وللمزيد من القواعد اضغط على الرابط الموجود في أسفل الوصف سلام